اشتركوا في القناة السامية بتعينه وزيرا للخارجية متمنيا له التوفيق والنجاح في موصلة ترسيخ المكانة المتميزة للدبلوماسية البحرينية بما يسهم في تعزيز مصالح مملكة البحرين مشيدا سموه بما يتمتع به الدكتور عبداللطيف الزياني من كفاءة وخبرة وما نهض به من أدوار ومسؤوليات في كل المناصب التي تولاها كما أعرب سموه عن شكره وتقديره للشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية على ما قدمه من عطاء متميز وما تركه من بصمات واضحة في مسيرة الدبلوماسية البحرينية الحافلة بالإنجازات المشرفة متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد في مهامه ومسؤولياته الجديدة من جانبه أعرب الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية عن خالص تهانيه لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما أفاء الله به على سموه من تمام الصحة والعافية مشيدا بما حظي به من دعم ومساندة من جانب سموه طوال فترة عمله في وزارة الخارجية والتي كانت خير معين له في أداء مهامه ومسؤولياته في خدمة مصالح المملكة وتعزيز علاقاتها الدبلوماسية مع محيطها الإقليمي والدولي كما أعرب وزير الخارجية عن أسماء آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم سموه وتوجيهاته السديدة للارتقاء بمسيرة العمل الدبلوماسي مؤكدا أن المواقف التاريخية التي سطرها سموه في الدفاع عن مصالح البلاد وحقوقها ستظل علامات مضيئة في تاريخ العمل الدبلوماسي في مملكة البحرين معربا عن خالص التهنية لسموه على ما أنعم الله به عليه من نعمة الشفاء والعافية داعينا الله أن يحفظ سموه لاستكمال مسيرة العطاء والتقدم في المملكة نحمد الله على ما منحه من صحة وعافية ومن عليه بالسلامة ونأمل ونسأل الله سبحانه وتعالى بعودة ميمونة لسموه لمواصلة مسيرة الخير مسيرة التنمية لمملكة البحرين في العهد الزاهر لسيدي جلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه حقيقة أعرب سموه الله يطول عمره بالتهاني لي شخصياً بتكريفي ومنحي الثقة الملكية السامية بمسؤولية وزارة الخارجية وأيضاً استمعت إلى توجيهات سموه الكريمة في ما يخص الدبلوماسية البحرينية والتوجهات واهتمامه الله يطول عمره بالسياسة البحرينية بتعامل معه وحماية وخدمة المصالح العليا لمملكة البحرين وأيضاً شؤون المواطنين في الخارج وكذلك الله يطول عمره مهتم أيضاً بشؤون الرعاية الأجانب في مملكة البحرين قدمت لطويل العمر أيضاً الأحد بإذن الله الله يقدرني على أن أكون عن حسن ظن جلالة الملك المفده وحسن ظن سموه الكريم وأيضاً سموه ولي العهد الأمين لأن أكون عند حسن ظنهم وثقتهم في الدبلوماسية وفيني شخصياً بتطوير الدبلوماسية ومراعاة حقيقة المبادئ اللي أكدها أيضاً سموه خلال المقابلة مبادئنا اللي تخص حماية ورعاية المصالح العليا لمملكة البحرين وأيضاً المبادئ الأساسية في الاحترام المتبادل اللي تعتمد عليه الدبلوماسية البحرينية وأيضاً عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وكذلك بناء العلاقات الوثيقة مع أخواننا وشقان الدول الشقيقة والدول الصديقة والقيام بدون في جعل هذه المنطقة منطقة آمنة مستقرة ومزدهرة أعاهدهم إن شاء الله أن أكون عدسن الظن وننفذ هذه التوجيهات بكل دقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر